شوط الحنجر للقاية الأحمانيات والزميل محمد بن عايف الأحتيبي شكرا شجاع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبه نستعين أسعد الله ومساءكم مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان بكل خير وبركة نرحب بكم في هذه الانطلاقات المسائية وتحديات هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية إلى صيلة على سيف حظرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعى ينطلق رابع الأشواط شوط خاص بالقعدان اللقاية الأحمانيات خنجر فضي بالانتظار زائد مليون ريال قطري للفائز بالمركز الأول نتابع هذه الأسماء والشعارات المتواجدة والحاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية نتابع ابناء الخليج الذين حضروا وحرصوا على الحضور والمشاركة هنا في هذا القتامي الكبير أبدأ مع هذه الأسماء أبدأ مع الصدارة أتابع مصيحان من يبدأ بالصدارة بشعار عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله العطية من ينطلق على أول المراكز بينما أتابع من الجانب الأخر حزام حمد بن فرج بن ناصر بن دلموك القادم في ثاني المراكز بينما أتابع عديم من يتقدم في هذه اللحظات محمد بن بطي الغفلي القادم مع عديم مع ثالث المراكز بينما رابع الأسماء أتابع الوصول من شاهين سالب بن محمد بن مطر بالضبيع القادم في هذه اللحظات يتقدم رابعا بينما خامس الأسماء وصول من الرهاوي حمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي يتقدم في هذه اللحظات ينضم إلى دائرة النداء إلى الأقوياء إلى الصدارة بينما أتابع من الجانب الآخر المرتجز عبدالله بن محمد بن سيل بن ذويب العاملي يتقدم إلى خامس المراكز الله الأسماء الله التحديات في شوط الأعمانيات خنجر الأعمانيات ولكن أعود هناك عديم عديم على الصدارة محمد بن بطي بن محمد الأغفلي الله 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 يالانطلاق الله يالتحدي هنا مع عديم على البداية والصدارة بينما أتابع القادم المرتجز عبدالله بن محمد بن سيل بن ذويب العاملي القادم في هذه اللحظات ولكن شعاري بن دلموك يتقدم ثالثا في هذه اللحظات عزام يا عزام الله يا عزام بشعاري حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك ولكنه تابع وصل مقدام لسعادة سيف بن أحمد بن محمد بن بطيق بيسي يتقدم مقدام في هذه اللحظات إلى رابع المراكز بينما أتابع وصول من مخلاب محمد بن حزمي بيق الناس الحامري القادم في هذه اللحظات والقادم الصيرمي سعيد بن حمد بن طفل المري يتقدم مع هذه الأسماء الله يالتحديات الله يالأسماء خنجر الأعمانيات ولكن أعودي للصدارة الله يالغفلي الغفلي هنا مع البداية مع عديم محمد بن بطي بن محمد الغفلي هنا يتقدم ينطلق بشعاره بأدائه الممتاز هنا بهذا الأداء بهذا التحدي ولكن دير بالك وتابع الأسماء المرتجز قادم عبد الله بن محمد بيسهيل بن ذويب العامري يتقدم مع ثاني المراكز والوصول الوصول مشاهدين الكرام من مقدام سعادة سيف بن أحمد بن محمد بن بطي اللقب بيسه الله 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 يا بند الموك هناك من الجانب الآخر يتقدم مع رابع المراكز مع عزام ووصول في هذه اللحظات من الصيرمي سعيد بن حمد بن محمد بن طفل المري ولكن الأسماء الله شعار البننس القادم في هذه اللحظات وصل ثاير محمد بن طالب بن عقيل النابت يصل يصل في هذه اللحظات القادم مشاهدين الكرام مع ثاير والأسماء قادمة جدير يصل بين الخيرات بين الخيرات قادم الشعارات قادمة ولكن الأمور هناك مع عديم عديم على الصدارة على الانطلاق الأول الله يا الاغفلي حافظ على التقدم ولكن تابع التغيير من ثاير 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 في شوط الخنجر الله يا البنس الله يا هذا الشعار من تقدم في هذه اللحظات محمد بن طالب بن عقيل يقدم ثاير ثاير على الصدارة مع الخنجر ولكن الهجوم بين الخيرات بين الخيرات قادم في هذه اللحظات مع جدير محمد بن سيل بن خيرات بالدودة العامري ولكن التغيير وتابع هناك من الجانب الآخر القادم القادم المرتجز بن ذويب بن ذويب قادم في هذه اللحظات ووصول من زكريته عبدالهادي بن خليل بن مسهول الشهواني يصل الجنرال يصل الجنرال الله الله طارن القعدان طارن القعدان ولكن الصدارة مع بن خيرات بن خيرات جدير جدير بالخنجر يا بن خيرات بن خيرات محمد بن سيل بن خيرات بالدودة العامري ولكن القادم مرحب مرحب الله يا بن فاضل المزروحي قادم مع مرحب محمد بن سيل بن مبارك بن فاضل المزروحي ومن الجانب الآخر وصل بن حويضان وصل بن حويضان الله 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 وتابع المقطع حمد بن محمد وسيل العامري القادم في هذه اللحظات بن عويضان شعاري كرارة هنا مع المقطع الله الرمز الثاني على التوالي مشاهدين الكرام مع بن عويضان مع أهالي ند الشبا الله على هذا الأداء والانتصار بن عويضان بوحمد يحضر في هذا المساء في هذا المهرجان يقدم لنا المقطع مع هذا الأداء والانطلاق خنجر القعدان مع بن عويضان تهانينا والنموس لحمد بن محمد بن اسهيل العامري على خطف الخنجر خنجر القعدان العمانيات ثاني المراكز وصل معزم الاسهيل بسعيد بالذويب العامري ثاني في المراكز كان الوصول من جدير محمد بسهيل بن خيرات بالدودة العامري رابع المراكز وصل المشاهدين الكرام مرعب لمحمد بسعيد بن مبارك بن فاضل المزروحي وخامس المراكز وصل الوسمي عبدالله بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان حضر شعار بن عويضان خاطفي خنجر القعداني الإعمانيات مع المقطع بآداء ممتاز نهني وحمد على هذا الفوز والانتصار وتحقيق رمزين غاليين في هذا المساء هنا نتابع شعار بن عويضان من استطاع خطفي خنجر القعداني الإعمانيات موهدي أهالي ند الشباة هذا الفوز والانتصار هنا نتابع لحظات الإعادة والتوقيت الزمني ولحظة وصول المقطع محزم بوصل بسبع دقائق ثمانتعشر ثانية واحد وعشرين جزء من الثانية تانية لسهل بن ذويب العامري بينما وصل في ثالث المراكز جدير بسبع دقائق ثمانتعشر ثانية واحد وسبعين جزء من الثانية تانية لمحمد بسهل بن خيرات بالدودة العامري هكذا كانت